هناك أمر يرتبط بالموضوع نفسه بموضوع نص زيارة عاشوراء يتحدث البعض من أن الأول يقصد منه قابيل الذي قتل هابيل ومن أن الثاني هو قدار عاقر ناقة صالح ومن أن الثالث هو ذلك الطاغوت الذي ذبح يحيى ابن زكريا ومن أن الرابع هو عبد الرحمن ابن ملجم الذي قتل أمير المؤمنين هذا الكلام يقوله من يقوله في الأوساط الشيعية وهناك كثيرون يطبلون له هذا الكلام لا علاقة له بزيارة عاشوراء والذين يقولون لكم من أن أحاديث أهل البيت اجتملت على هذا المضمون كذبوهم وقولوا لهم في أي كتاب في أي مصدر جئونا بكتاب من كتبنا المعروفة التي نقلت حديث العترة الطاهرة واجتملت على مثل هذا الكلام هذا الكلام لا علاقة له بالعترة الطاهرة هذا الكلام قاله الطوسي ذهبنا ذهبنا ورجعنا إلى الطوسي قاله الطوسي حينما كان مرجعا في بغداد ولا ندري هل الحكاية كما نقلت أو أنها جزء من المؤامرة لكنني سأنقلها كما نقلت الخليفة العباسي في ذلك الوقت وهو القائم بأمر الله العباسي هناك من أخذ كتاب الطوسي مصباح المتهجت وقدمه للخليفة العباسي وقال له من أن الطوسي هذا الذي تجعلونه زعيما على علماء بغداد يلعن الخلفاء الدليل كتابه مصباح المتهجت هذه زيارة عاشورا هناك لعن للأول والثاني والثالث والرابع فأرسل الخليفة العباسي على الطوسي وقال له من أنك قد كتبت في كتابك هذا فإنك تلعن الخلفاء الأول والثاني والثالث قال له إنني ألعن الأول الذي هو قابيل والثاني هو قدار إنه عاقر الناقة والثالث قاتل يحيى النبي والرابع قاتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيقولون من أن الخليفة اقتنع بكلامه ومن أنه أنزل العقابة بأولئك الذين قالوا له ما قالوا عن الطوسي الحكاية فيها سذاجة الخليفة الخليفة العباسي يعرف جيدا ماذا تقصد زيارة عاشورة وهذا الأمر ما هو بخفي على العباسيين فلربما هذه الحكاية قد وقعت على الأرض لكنها كانت مفبركة لأجل أن يصل هذا الكلام إلى الشيعة كي يقتنع الشيعة بمثل هذا الكلام أو أن الأمر يراد منه شيء آخر إنه جزء من مقدمات صناعة المذهب الطوسي لأن القائمة بأمر الله العباسي هذا هو الذي صنع المذاهب هذا هو صانع المذاهب المذاهب صنعت في عصره القائم بأمر الله العباسي هو أبو جعفار عبد الله إنه ابن القادر ابن القادر بالله العباسي الذي كان خليفة قبله بدأت خلافة القائم بأمر الله العباسي سنة أربعمية واثنين وعشرين للهجرة أيام مرجعية الشريف المرتضى وهو الذي لقب الشريف المرتضى بعالم الهدى وأصدر أمرا حكوميا رسميا بذلك وكان على علاقة وثيقة جدا بالشريف المرتضى وهو الذي أغدق عليه الأموال الكثيرة وسلمه المناصب المهمة في الدولة العباسية وهو الذي رفع من شأن الطوسي حينما وصلت المرجعية إليه خلافته بدأت سنة أربعمية واثنين وعشرين مرجعية الطوسي بدأت أربعمية وستة وثلاثين الطوسي توفي أربعمية وستين القائم بأمر الله العباسي توفي بعد الطوسي بسبع سنوات سنة أربعمية وسبعة وستين تأسس المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحمبلي بشكل رسمي وشرعي عباسي في زمان هذا الخليفة والمذهب الطوسي أيضا تأسس في زمان هذا الخليفة لأن الطوسي أسس مذهبه سنة أربعمية وثمانية وأربعين حينما خرج من بغداد وتوجه إلى النجف فأسس المذهب وأسس الحوزة في الوقت نفسه وقلت لكم من أن القائم بأمر الله العباسي توفي سنة أربعمية وسبعة وستين بعد الطوسي بسبع سنوات فهذه الحكاية قد تكون جزعا من مقدمات تأسيس المذهب الطوسي من مقدمات المؤامرة التي حيكت لطمسي دين العترة الطاهرة وتأسيس مذهب سفيه يكون قريبا من المشروع العباسي اللعيم هذه الحكاية جاءت مذكورة في لؤلؤة البحرين ليوسف البحراني يوسف البحراني متوفى سنة ألف مئة وستة وثمانين للهجرة لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر في الصفحة الرابعة والتسعين بعد المئتين أورد يوسف البحراني هذه الحكاية إنها الحكاية التي ذكرتها لكم قبل قليل بخصوص أن الملعون الأول هو قابيل وأن الملعون الثاني هو قيدار ابن سالف إنه عاقر ناقة صالح والثالث قاتل يحيى ابن زكريا والرابع قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حتى إذا أردنا أن نحسن الظن بالواقعة فإنها جاءت باللسان التقية من قبل أطوس إذا أردنا أن نحسن الظن بالواقعة بالنسبة لي لا أحسن الظن بهذه الواقعة لأنه من السذاجة أن القائمة بأمر الله العباس ينطل عليه مثل هذا الأمر العباسيون كانوا عارفين بالتفاصيل الكاملة أضرب لكم مثالا بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري الشيعة تمزق وكثيرون منهم لم يعتقدوا بولادة صاحب الأمر بينما العباسيون كانوا على يقين من أنه قد ولد ومن أنه لا بد أن يكون هناك إمام ولذا استمروا في البحث عنه إلى أن وصلوا إلى حد اليأس من أنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إليه لكنهم كانوا على يقين من أن الإمام الحجة قد ولد ومن أنه قد صلى على أبيه ومن أنه موجود بينما الشيعة تمزق إلى مجموعات ونشأت مجموعات وفرق ما كانت تعتقد بولادة الإمام وبوجوده العباسيون كانوا يمتلكون رؤية واضحة جعفر الكذاب لما ذهب إلى الخليفة العباسي بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري وقدم للخليفة العباسي أموالا وقال له أريد منك أن تجعلني مثل ما كان أخي إماما على الشيعة ماذا قال له الخليفة العباسي قال له خذ أموالك إذا كنت تملك الذي كان يمتلكه أخوك الحسن العسكري فأنت لست بحاجة لي أن أجعلك إماما وإذا لم تكن تمتلك الذي كان يمتلكه أخوك الحسن العسكري فأنا لست قادرا أن أجعلك إماما عليهم بصيرة واضحة في الأمر بصيرة واضحة إنهم يعرفون الأمر بشكل واضح العباسيون كانوا يعرفون حقيقة الأمر ولذا أقول من أنه من السذاجة أن أصدق أن هذا الأمر انطل على القائم بأمر الله العباسي إنها فبركة حكاية يراد منها شيء كما نقول في تعابيرنا الشعبية بها إن هذه القضية بها أنا لا أنكر وقوع هذه الحادثة هذه الحادثة قد وقعت لكنها لا كما نقلت إلينا من أنها تقية ساذجة لا أعتقد أن الخليفة العباسية ينطل عليها هذا الأمر هذا أمر دبر بليل حكاية نسجت بطريقة من الدهاء والمكر فيما بين الطوسي والخليفة نذهب إلى فاصل ومثل ما ذكر يوسف البحراني المتوفى سنة 1186 هذه الحادثة على أنها تقية من قبل الطوسي في كتابه لؤلؤة البحرين ذكرها تلميذه أيضا مهدي بحر العلوم في الجزء الثالث من كتابه المعروف بالفوائد الرجالية الفوائد الرجالية رجال بحر العلوم كتاب واحد يتألف من أربعة أجزاء في الجزء الثالث من هذه الطبعة من طبعة مكتبة الصادق طهران إيران صفحة ميتين وثمانية وثلاثين وميتين وتسعة وثلاثين إنها الحكاية نفسها حكاية الطوسي مع الخليفة العباسي بخصوص ما جاء من لعن في ختام زيارة عاشوراء التي ذكرها الطوسي في كتابه مصباح المتهجد الأمر هذا هو أصله ليس هناك من رواية أو حديث عن العترة الطاهرة من أن الأول هو قابيل لا توجد رواية في هذا هذا كلام الطوسي في هذه الواقع وبغض النظر أكانت تقية فعلا أم كانت مؤامرة الذي تحقق على الأرض من أن هناك من الشيعة من أخذ بهذا الكلام إذا كان الأمر مؤامرة فإن المؤامرة هي التي قادت إلى ذلك أما إذا كانت الواقعة تقية السبب هو التقديس الأعمى والتقليد الأعمى هذا التقديس المزيف الذي اصطنع للطوس ولأمثاله من المراجع الطوسيين هذا التقديس يحطم العقل يحطم الفكر يحطم الإنسان يحطم الدين من أوله إلى آخره وهذا هو الذي جرى على أجدادنا وآبائنا ولا زال يجري علينا موضوع هذا التحريف الذي يرتبط باللعن في زيارة عاشرة تلاحظون أن تحريفا لغويا قد جرى وأن تحريفا معنويا قد جرى أيضا والحكاية لا تقف عند هذا الحد لا زال الكلام متواصلا فإن التحريف استمر إلى كتب أخرى وتفرع إلى جهات أخرى هذا ما يأتي بيانه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أتمنى عليكم أن تصبروا علي أن تصبروا علي المطالب كثيرة متشعبة متفرعة متداخلة معقدة عليكم أن تتابعوا الإعادات وأن تكتبوا الملاحظات كي تستطيعوا في نهاية البحث أن ترسموا الصورة الكاملة للجريمة الكبرى للمذهب الطوسي بحق دين العترة الطاهرة أنتم تلاحظون أنني لا أمتلك وقتا كافيا كي أفصل في كل شيء وإنما أأخذ أمثلة ونماذج من هنا ومن هناك أتمنى لكم التوفيق ترجمة نانسي قنقر